الخيبة والهزيمة تلاحقان فصائل الارهاب ومجموعة الرياض ومشغليهم قبيل انطلاق الجولة الخامسة من محادثات جينيفا السورية واصطفش لجميع المحاولات لنصف اتفاق وقف الاعمال القتالية ومحادثات المدينة السويسرية التي ستبدأ في موعدها بمناقشة السلال التي اقرت في جينيفا 4 وهي الحكم والانتخابات والدستور ومحاربة الارهاب الجلسة الافتتاحية للمحادثات السورية ستبدأ الخميس بغياب المبعوث الدولي ستيفان ديمستورا الذي يقوم بمشاورات دولية في الرياض وموسكو قبل ان يلتحق بالمحادثات التي ستنطلق بشكل فعلي الجمعة اليساندرا فلوتشيا المتحدثة باسم ديمستورا اكدت ان كافة الاطراف التي شاركت في الجولة السابقة من اجتماعات جينيفا وافقت على حضور جينيف 5 مشيرة الى ان نائب المبعوث الاممي رمزي عز الدين رمزي سينوب عن ديمستورا خلال جلسة الافتتاح الحكومة السورية اكدت مشاركتها في محادثات جينيف 5 واشارها دكتور الجعفري الذي سيرأس وفد الجمهورية العربية السورية الى المحادثات الى انه لاول مرة يوجد جدول اعمال وان المحادثات لن تبدأ من الصفر فيما اعتبر ميخايل بوكدانوف نائب وزير الخارجية روسي ان اتفاق وقف الاعمال القتالية لا يزال ساريا المفعول وصامدا رغم محاولة نسف التهديئة من قبل الارهابيين ومشغليهم الانتصارات التي تحققت في حلب وتدمر تستمر على جبهات ومحاور القتال في محيط العاصمة وعلى جبهة جوبر القابون وعلى كامل الاراضي السورية بالتوازي مع المحافظة على اتفاق وقف الاعمال القتالية الذي تسعى الفصائل الارهابية وداعموها الى نسفه وتعطيل المصالحات الوطنية ومحادثات جينيفا واجتماعات استنى والعودة الى الحل العسكري للازمة في سواء